في اليمن أعلن الجيش اليمني مساء أمس مقتل 27 من قواته ما بين قتيل وجريح في خرقات للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظات في البلاد خلال اليومين الماضيين وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان له أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت 212 خرقا للهدنة الأممية يومي الاثنين والثلاثاء في جبهات محافظات الحديدة وحجة وتعز والضالع وأبيان والصعدة والجوف ومأرب نتج عنها مقتل خمسة وإصابة 22 آخرين من رجال الجيش